رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم ها هم نحو ثلث العراقيين يرزحون تحت خط الفقر وفقاً لاعتراف غزارة التخطيط والله عشتنا كسافة ساعة ثلاث عين هاي نجيب بلوكات الموهن الفروغ نهاي طريقات منا ومنا ونسوي نعد راي إلا كل ما نقدر كشمع عندنا ولا عندنا إسم لا نقدر كشمع لا موظايف لا فرشي لا شغل لا عمل جاعدة بطار أنا رجالة المقرم جاعدة في المتقوم معظم ثروات العراق لم يتم استثمارها بسبب الفساد المالي والإداري فضلاً عن الصراعات الحزبية والسياسية وأما الدعوات لتفعيل استغلال الموارد وإنعاش الاقتصاد العراقي فدائماً ما تصطدم بالمنتج المستورد الذي وأدى المنتج المحلي وملأ أسواق العراق يضاف لذلك بطء تعافي البلاد من جائحة كورونا التي أتت على البلاد والعباد فضلاً عن تلك الوعود التي تقطع قبل كل انتخابات من دون تنفيذ يومنا مريضة عند فقرات بمكسورات أثنين وأنه بطاحت بيه كارونا هاي سات شهر من الشهر السابع لليوم أنه بقرمت رجليا ما أقدر أقوم آي بس قبل الانتخابات الجو بعد ما حد مر علينا بات هم قال الطوعود ومدرشين يبكيش ماكو بعد ما مروا علينا الحكومة أدارت ظهرها لهذه النسب المفجعة للفقر في العراق وانشغلت بالصراع على الانتخابات ونتائجها متناسية الأسر الفقيرة التي تحاول المنظمات الإنسانية أن تقدم لها بعض احتياجاتها التي تكاد تذكر بسبب حجم المأساة نحتاج دعم ونحن كتبنا جمعنا من توقع من منظمات عدة وسوينا كتاب على أساس ودينا مجلس رئاسة الوزراء بس مع الأسف محسا عدنا ما وصل الكتاب ليبقى العراقيون يواجهون بأنفسهم سنوات حافلة بالتحديات الاقتصادية تزداد المخاوف فيها من ارتفاع نسبة الفقر في البلاد مع صراع الأحزاب والميليشيات على تقاسم الغنائم ترجمة نانسي قنقر